موسيقى النقطة الثانية ابن العلقمي وايضا فيها موارد الموارد الاول الذهبي تاريخ الاسلام في الجزء الثامن والاربعين في صفحة ثلاثة وثلاثين سنة ست وخمسين وستمائة سنة ستمائة وستة وخمسين هجري كائنة بغداد قال الذهبي وكان وزير العراق مؤيد الدين ابن العلقمي رافضيا جلدا خبيثا داهية والفتن في استعار بين السنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف وقتل جماعة من الروافض ونهبوا وقتل جماعة من الروافض ونهبوا وشكا أهل باب البصرة إلى الأمير ركن الدين الدويدار والأمير أبي بكر بن الخليفة فتقدم إلى الجند يعني أعطي الأمر فتقدم إلى الجند بنهب الكرخ فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم يلاحظ هذا هو الأصل هذا هو أصل التكفير هذا هو أصل المنهج الداعشي الإرهابي القاتل هذا هو منهجهم ماذا عندهم؟ غير الهجوم والنهب والقتل وارتكاب كل جريمة بشعة يقول فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم فحنق الوزير ونوى الشر وأمر أهل الكرخ بالصبر والكف تعليق قال وكان وزير العراق ابن العلق مرافضية أقول منهج تدليس تيمي على عادته التدليسية قد تميز في خلط الأمور وتعميم الأحكام وتكفير العدد الأكبر وإرهابهم وإباحة كل حرماتهم وما تميز به وبفقدان تام للإنصاف والضمير صار يستخدم عنوان الرافضة ويشملهم كلهم بكل ما يصدر من أحكام تكفيرية إجرامية سواء كان خطابه ونقاشه واعتراضه على جعفري إثني عشري أو فاطمي أو إسماعيلي أو حشاشي أو زيدي أو سبقي أو غيرهم فيضع الجميع تحت عنوان الروافض ليسهل عليه التغرير بأتباعه الجهال لتصديق ما يصدر منه من خرافات وأكاذيب وتكفير وإرهاب وتمزيق للمسلمين والدين وترى هذا واضحا في كتابات أمة التدليس المارقة التيمية ويخالفهم باقي الكتاب من محدثين وفقهاء ومؤرخين ورجاليين وكما مر علينا ما كتبه ابن الأثير ونهجه في تسمية الأمور بمسمياتها في غالب الأحيان فعلينا أن نميز الفرق بين تدليس التيمية فكرا ومنهجا وعقيدة وبين تدليس غيرهم مدارات وخوفا مداراتا وخوفا وتقية وموقفا سياسيا ترجمة نانسي قنقر